عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الأزمة التي أسيرت مؤخراً بشأن نقص الأعلاف تأتي نتاجاً لتداعية السلبية للأزمة العالمية والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وأوضح أن الدولة تتحرك لتقليل حدة تلك تداعية السلبية كما شدد على استمرار الحكومة في العمل وفقاً للتوجهات الرئاسية على دفع جميع الصناعات لافتاً إلى التنصيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف من أجل دعم صناعة الدواجن